الكتاب الذي بين يدي بحوث في شرح مناسك الحج إنها تقريرات أبحاث محمد رضا السيستان وهذا هو الجزء الأول هذه الطبعة طبعة دار الفقه للطباعة والنشر الطبعة الثانية 2019 ميلادي هذا الكتاب تطبيق عملي في ما حدثتكم عنه فيما يرتبط بأسلوب التحقيق عند مراجعي وعلماء حوزة الطوسي ما بين الشافعي والمستشرقي فهذا الكتاب تطبيق عملي لهذه الحقيقة التي حدثتكم عنها وهو تطبيق عملي أيضا لما تبناه محمد رضا السيستان في كتابه في كتابه كتابه قبسات من علم الرجال هذا الكتاب الذي يتعلف من جزعي إذا نظرنا إلى ما جاء مذكورا في هذه البحوث التي هي في شرح مناسك الحاج من الصفحة العشرين المعنى الأصلي للحاج في اللغة والمعنى المستجد له في الشر لا أريد أن أقف طويلا عند هذا الموضوع وإنني قد أشرت إليه في الحلقات المتقدمة بشكل إجمالي حينما ذكرت المصادر التي اعتمدها ذكرت ذلك على سبيل المثال بإمكانكم أن تعودوا إلى هذا الكتاب وعلى سبيل المثال من الصفحة العشرين فانظروا في الحاشي في الحواشي إذا ما نظرتم في الحواشي من صفحة عشرين وإلى صفحة ثمانية وأربعين وإلى صفحة ثمانية إذا ما نظرتم في الحواشي فإنكم ستجدون أسماء المصادر التي نقل منها نقل عن كتبنا الحديثية عن كتبنا التي تشتمل على أحاديث أهل البيت ونقل ونقل عن كتب النواصب التي تشتمل على الأحاديث التي عنده ونقل عن تفاسير علماء الشيعة التي هي تفاسير نحصبية ونقل كذلك عن تفاسير علماء السقيفة بني ساعد إنهم نواصب السقيفة بني ساعد ونقل أيضا عن كتب ألفت بحسب المذاقي الاستشراقي مثلما نقل عن كتاب جورج زيدان تاريخ التمدن الإسلامي ومثلما نقل عن دائرة المعارف الإسلامية التي هي موسوعة كتبها جمع غفير من المستشرقين الأوروبيين المسيحيين وكتب ما كتب فيها وفقا للمذاقي الاستشراقي المسيحي بحسب هذا المذاق كتبوا عن الإسلام وعن الثقافة الإسلامية وأيضا اعتمد في هذه الصفحات كثيرا على كتاب المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام للمؤرخ العراقي إجواد علي وقد حدثتكم عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة لذلك لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام نقل ونقل ونقل عن المصادر المختلفة والمتنوعة إلى أن وصل إلى هذه النتيجة في الصفحة الثمانين من كتابه أقرأ عليكم الصطور التي ترتبط بالنقطة التي أريد الحديث عنها بعد المقدمات وبعد التفاصيل التي مرت ما ذكر من روايات وآيات وناقشها وفقا للمذاق الشافعي والمذاق الاستشراقي فإنه يتبع الطريقتين في التحقيق إلى أن وصل إلى هذه النتيجة وعليه وعليه وعلى كل ما تقدم وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائط الاعتقاد ببقية الفرائط الاعتقاد بوجوب الفرائط وبأهميتها الفرائط هي الصلاة الصوم الحج هذه هي الفرائط إلى بقية أنواع الفرائط الشرعية وهنا يتحدث عن فريضة الحج بالدرجة الأولى فالكتاب هذا عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج إذن أين قاده البحث الشافعي والبحث المستشرقي قاده إلى هذه الضلالة الواضحة وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائط فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائط مستحل الكبائر الذي يرى الكبائر من الذنوب لا مانع من ارتكابها ولا حرمة فيها هذا هو مستحل الكبائر الذي يرتكب الكبائر من الذنوب ولا يرى مانعا في ذلك لا يرى مانعا دينيا لا يرى حرجا دينيا فهو يستحلها لا يعتقد حرمتها فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائط فترك الفرائط الواجبة كبيرة من الكبائر بل هي من أكبر الكبائر ومنها ترك الفرائط فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائط خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان هذا هذا هو المنطق البتري الذي أحدثكم دائما عنه منطق يخالف بديهيات القرآن منطق يخالف بديهيات الزيارات الشريفة والأدعية والتي لا يعبؤون بها منطق يخالف بديهيات الثقافة المحمدية العلوية إذا ما ذهب الشيعي إلى أي زيارة من زيارات محمد وآل محمد في مفاتيح الجنان فإنه سيعرف أن هذا الذي يتحدث عنه محمد رضا السيستان هو عين الضلال هو عين الضلال أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم هذا هو نتاج علم الرجال هذا هو نتاج رجال النجاشي هذا هو نتاج علم الأصول إنه أصول الفقه الذي أخذوه من الشافعي ومن أئمة الشوافع من الغزالي ومن الفخر الرازي ومن غيرهم هذا هو نتاج علم الكلام الذي أخذ أصوله عن الأشاعرة والمعتزلة هذه نتائج الضلال التي تفوح روائحها الكريهة والتي تنبينا عن المنهج البتري المرجئي الطوسي إنه المنهج السستاني في زماننا عبر تأريخ الغيبة الكبرى هناك أربعة من المراجع كانوا الأكثر ضررا على دين محمد وآل محمد أولهم الطوسي والثاني العلامة الحلي والثالث مرتضى الأنصاري والرابع الخوئي وما محمد رضا السستاني إلا ثمرة من ثمار الشجرة الخوئية اللامباركة هذه شجرة خبيثة السستاني ثمرة من ثمارها ومحمد رضا السستاني ثمرة من ثمارها بقية مراجع النجف من ثمار هذه الشجرة الخبيثة أتحدث عن الشجرة الخوئية أربعة من المراجع عبر التأريخ هم الأكثر تحريفا لدين محمد وآل محمد على مستوى العقائد وعلى مستوى التفسير وعلى مستوى المعارف والثقافة وعلى مستوى الفتاوى والأحكام الطوسي العلامة الحل مرتضى الأنصاري الخوئي من بعدهم يأتي الشهيد الأول والشهيد الثاني وكذلك يدخل في القائمة محمد باقر الصدر القائمة طويلة لكن الأكثر ضررا والأكثر تحريفا هم الأربعة الذين أشرت إليهم الطوسي العلامة الحل مرتضى الأنصاري الخوئي الخوئي شجرته أغصانها كثيرة وثمارها وفيرة وأوراقها غزيرة فقد نشر الضلال في كل البقاع التي يتواجد يتواجد فيها الشيعة لكثرة طلابه ولأن مرجعيته قد اتسعت اتساعا لم يسبق لمرجعية شيعية قبل مرجعيته أن اتسعت بهذا الشكل فلذا فلذا هذا الكتاب هذا الكتاب مناسك مناسك الحاج للخوئي عنوان الكتاب بحوث في شرح مناسك الحاج مناسك الحاج رسالة للخوئي محمد رضا السيستاني جعل أبحاثه شرحا لهذه الرسالة هو بشخصه ثمرة من ثمار الشجرة الخوئية وكتابه هذا ثمرة من ثمار الشجرة الخوئية وهذا الضلال هو نتيجة طبيعية من نتائج الشجرة الخوئية والشجرة السيستانية الخبيثة فهذا المنطق يتناقض بالكامل مع منطق القرآن هذا هو القرآن وهذه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة هل عندكم شك أخاطب الشيعة الذين يتابعون هذه الحلقة هل عندكم شك في أن الآية هذه في بيعة الغدير هل عندكم شك في ذلك يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلَّغْ وَيَوْ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ على الأقل أنا والذين يتفقون معي في عقيدتي ليس عندنا من شك في أن الآية في بيعة الغدير أحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم واضحة في أن الآية في بيعة الغدير وحتى في كتب المخالفين في كتب النواصب الأحاديث موجودة عندهم في أن الآية في بيعة الغدير لا أريد أن أشير إلى أحاديثهم لا شأن لي بهم لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى أن القضية واضحة وواضحة جدا في أن الآية هذه في بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي من شؤون إمامة علي بيعة الغدير ما هي ولاية علي بيعة الغدير ما هي إمامة علي لو لم تكن بيعة الغدير فإن إمامة علي ثابتة من دون بيعة الغدير وولاية علي ثابتة من دون بيعة الغدير نحن لسنا بحاجة إلى بيعة الغدير إمامة علي ثابتة منذ أن نزل القرآن على رسول الله أن ينذر عشيرته الأقرب وذلك كان في السنة الثالثة من البعثة وأنذر عشيرتك الأقربين هذه نزلت في السنة الثالثة من البعثة في مكة حين جمع الهاشميين والحكاية موجودة في كتب المخالفين قبل أن توجد في كتبنا وحتى هذه نحن لسنا بحاجة لها إمامة علي ثابتة ثابتة في كل حرف من حروف هذا القرآن أتحدث عن القرآن المفسر بتفسيرهم لا عن القرآن المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة ولا عن القرآن المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني طوس نحن لسنا بحاجة إلى بيعة الغدير علي إمامته ثابتة على الوجود بيعة الغدير أمر تنظيمي إقامة حجة على الأمة ولاية علي أسمى من أن تقيد ببيعة الغدير ومن أن تقيد بمصافحة مع علي ولاية علي هي ولاية محمد وولايتهما ولاية الله ولاية الله لا تحتاج إلى بيعة ولا تحتاج إلى مصافقة ومصافحة بالأيدي ومع ذلك فإن الله أجراها وكانت البيعة مع الله ومع محمد ومع علي ومع الأئمة من فاطمة إلى القائم بيعة الغدير شأن من شؤونات ولاية علي شأن من شؤونات إمامة علي والشيعي الحقيقي ليس محتاجا لها أتحدث عن العقيدة الحقيقية إنما نحتاجها لتنظيم أمورنا فهناك المواثيق وهناك التفاصيل في هذه البيعة الشريفة المقدسة التي هي ثابتة في أعناقنا وثابتة في عقولنا وقلوبنا وإمامة علي ثابتة في الفطرة ثابتة في الفطرة مأخوذة على أرواحنا قبل أن تمازج أبداننا في أرحام أمهاتنا نحن لسنا بحاجة إلى بيعة الغدير في أصل العقيدة نحن بحاجة إلى بيعة الغدير في تنظيم أمورنا في هذه الحياة فعلي أسمى من الإمامة والولاية وولاية علي وإمامة علي أسمى من بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي وها هو القرآن هكذا يقول عنها وإن لم تفعل وإن لم تفعل وإن لم تبلغ وإن لم تأمر الأمة أن تبايع عليا في الغدير فما بلغت رسالة وهذا الأغى هذه الثمرة من الشجرة الخوئية الخبيثة ماذا تقول ماذا يقول هذا الأغى وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائط يعني أن الاعتقاد بالصلاة أعظم من الاعتقاد بولاية صاحب الزمان تفعل هذه الصلاة التي يكون الاعتقاد فيها أعظم من الاعتقاد بولاية صاحب الزمان تفع عليها تفع على هذا الحج وحلى هذا الصوم تفع على هذه الفرائض التي يكون الاعتقاد فيها أعظم من الاعتقاد بولاية صاحب الزمان هذا هو المنهج الضال هذا هو المنهج البتري هذا هو المنهج السيستاني هذا هذا هو المنهج الخوئي هذا هو الضلال بعينه رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي يتحدث فيها محمد باقر السيستاني انه شقيق محمد رضا السيستاني شقيقه الاصغر محمد باقر السيستاني على عقيدة ابيه مثلما محمد رضا السيستاني على عقيدة ابيه والجميع من ثمار الشجرة الخوئية الخبيثة اعرضوا لنا حديثه في نفس هذا الاتجاه ومعنى ان ولاة اهل صلوات الله عليه ليس وإمكان واجبا عقاعديا به عنوانه في الإسلام لنشكر في ذلك ولكنه ليس اصلا ثالثا في الإسلام بمعنى انه لابد ان يشهد الشخص لدخول في الإسلام و ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ان اهل البيت صلوات الله عليه هم الاتجة المصطفات من هذه الامة لأن هذا مقاوم بالدين هذا فيه و انه تأمون بالمنع واضح في الحقيقة ولكن و بعد الاتفاق إلى ذلك ان يدين يقعو تزاهر خلاف ما لوفر و قوات تزاهر في هذا العمل و اندار عمر العمل شخص مين ان يكون في بيعت یك شخص تجزول اعتقاد رو بالولاية و في بيعت یك شخص يؤثر على سلوكه العملية و نفر ذالك بقصور لا بتخصير يحتجو الولاية غباء غباء هذا كما كما ندي بالولاية في يوم الغدير في يوم الغدير ما هي الآية واضحة هو يستدل بهذا المضمون على ان الولاية دون الصلاة و دون سائر الفراء ما هي الآية واضحة ان الله لا يهدي القوم الكافرين و هذا الكفر اشد من الكفر بالله الآية تدل عليه لان الآية هكذا قالت و ان لم تفعل فما بلغت رسالته يعني ان الكفر ببيعة الغدير سيكون اعظم من الكفر بالرسالة وتفاصيلها واول عنوان في الرسالة التوحيد فهذا يعني ان الكفر ببيعة الغدير سيكون اعظم من الكفر بالله وبرسوله فهذه هي الرسالة وان لم تفعل فما بلغت رسالته الآية واضحة واحاديث اهل البيت تشير الى هذه الحقيقة لكن هؤلاء ليس لهم من قلوب يفقهون بها ليس لهم من بصيرة سلبت بصيرتهم لماذا الشيطان ينطق بألسنتهم وينظر بأعينهم هذا منطق الشيطان هذا منطق ثمار الشجرة الخبيثة انها الشجرة القوئية الخبيثة الشجرة السستانية الخبيثة هذا هو منطق السستاني رجاء اعيد بث الوثيقة مرة اخرى كي يتأكد المشاهدون من هذا الضلال بانفسهم وهذا الوثيقة هو الصحيح بمعنى أن بلاد اهل البر صلوات الله عليه ليسه وإن كان واجبا عقائديا به عنوانه في الإسلام لا نشكر في ذلك ولكنه ليسه اصلا ثالثا في الإسلام بمعنى أنه لا بد أن يشهد الشخص لدخول في الإسلام و أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن أهل البيت صلى الله عليه هم القتة المستطفى من هذه الأمة لأن هذا مقوم بالدين هذا فيه وأنه تأمن بالمنع واضح في الحقيقة و بعد الالتفاق إلى ذلك في الحقيقة في بيعتن يخشان تجزول اعتقادهو بالولايه وفي بيعتن يخشان يؤثر على صلوكه العملی ونفر وذالكه بقصور لا بتخصیر وفي هذه الحالة راهرن البنا على ترجیح الولايه على الفروع وحلق تأمله وعن اهمیت الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الاسلام العملية وعنه قد يكون فوق اهمیت الولايه نعم قد يحتجو لذالك بما ورده في ريل حديث دعائم الاسلام بعد ذكرها من انال من الصلاة والصوم والحج والزکاة والولايه ولم يناده بشيء كما نودیه بالولايه ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناده بشيء كما نودیه بالولايه يوم الغدير ولمقصود ان ما بهذا النقل ينبغی ان يكون هو صحیح في البن وليس في هذا المقدار دلالة على ان الولايه لو رقع الاخلال به عن قصوره يكون انه في الحقيقه اهم من الصلاة كلمته واضحة الولاية ليست اصلا ثابتا في الاسلام ولاية علي وآل علي في اول حديثه ليست اصلا ثابتا في الاسلام هذا هو منطق حوزة الطوسی منذ ان تأسست سنة 448 للهجرة و الى يومنا هذا القضیه ليست خاصة بمحمد باقر السستانی وليست خاصة بمحمد رضا السستانی وليست خاصة بأبيهما وليست خاصة ببقية مراجع النجف وكربلاء وليست خاصة بالخوع هذه قضية مستمرة على طول الخاط وستبقى لماذا؟ المشكلة في المنهج وليست في الاشخاص الاشخاص يتبعون المنهج المشكلة في المنهج يقدسون هذا المنهج وهم يعتاشون عليه يعتاشون على هذا المنهج ما هم بسبب هذا المنهج اتخذوا الشیعة حميرا صاره حميرا لهم وصار معاشهم وحیاتهم واموالهم وسلطانهم من هذا المنهج المشكلة في هذا المنهج لا تتصوروا أن الكلام خاص بمحمد باقر السستانی بقية المراجع يرددون الكلام نفسه وهو موجود في كتبهم وفي رسائلهم العملية وفي مواقعهم الألكترونية اسألوهم 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 عن الإمامة عن الولاية هل هي من أصول الدین سيضحكون عليكم يقولون لكم نعم فاسألوهم قولوا لهم الذي ينكرها يخرج من الدین أو لا سيقولون لكم لا إنما يخرج من المذهب سلوهم عن المعاد الذي هو من فروع النبوة ما هو بأصل المعاد من فروع القرآن كيف ثبت المعاد الثبت المعاد بدليل خارج عن القرآن المعاد ثبت من خلال القرآن المعاد فرع من فروع القرآن والقرآن ما هو أصل القرآن فرع من فروع النبوة لماذا جعلوا المعاد أصلا لأن الأشاعرة النواصبة جعلوا المعاد أصلا من أصول الدين سلوهم الذي ينكر المعاد الذي هو فرع من فروع القرآن والقرآن فرع من فروع النبوة فالمعاد فرع فرع في العقائد وما هو بأصل الأشاعرة جعلوه أصلا الطوسي جعله أصلا سلوهم الذي ينكر المعاد يخرج من الدين أو لا سيقولون لكم نعم إذن لماذا الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين هذا الكلام يقولون به جميعا سلوهم لأن الإمامة عندهم ليست من أصول الدين لكنهم يستحمرونكم ويقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين الإمامة عندهم من فروع الدين وأنتم تلاحظون أولاد أهسستان على عقيدة أبيهم يجعلون الإمامة دون فروع الدين يقدمون فروع الدين عليها هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء هذا هو واقع حوزة الطوسي هذا هو واقع الشجرة الخوعية الخبيثة هذا هو واقع الشجرة السيستانية الخبيثة فأنا أقرأ من كتابي محمد رضا السيستاني وأعرض عليكم كلام محمد باقر السيستاني وسأعرض أيضا بين أيديكم كلام المرجع الأعلم الذي انتخبه السيستاني من أنه الأعلم من بعده إنه إسحاق الفياط وهو يتحدث عن أن الإمامة عن أن الولاية عن أن معرفة إمام زماننا من الفروع وليست من الأصول في دروسه الحوزوية في النجاف رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن معرفة الإلام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية أيضا فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام معرفة الإمام فإذا هذه السحيحة تدل على أن الكفار ليس مكلفين بالفرعية فإنهم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب فلا يكون مكلفين بالفرع وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة فإذا هذه السحيحة تدل على ذلك هذه عقائد إسحاق الفياض وهي عقائد السستان بنفسها وبتمامها وإلا كيف اختاره أن يكون الأعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية رجاء أن أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يعرفوا عقائد مراجعهم عقائد حوزة النجاف دققوا النظر بحق أمير المؤمنين عليكم وإن كان حديثه مزعجة فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام فإن معرفة الإلام من أهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الإمام فبتبيعة الحال لا يجب عليه صائر الأحكام الفرعية أيضا فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه الصلاة معرفة الإمام فإذا هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليس مكلفين بالفروع فإن هم لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب فلا يكون مكلفين بالفروع وفي مقدم في مقدمها معرفة الإمامة فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك رجاء أعرض لنا الوثيقة الثانية من وثائق هذا الضراط المرجعي النجفي ورسالته ومعرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالته خواية الهام لأن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع من الفروع وأيذن معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعترافه برسالة نبي الأكرم والإيمان بها وأما معرفة إمامة وصائل الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط فإن جعل الأحكام في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائل الأحكام الفرعية في عرض ووحدة وأما معرفة النبي الأكرم وجوه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وسائل الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل وفعليتها وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام هذا هو دين مراجعكم الذين تقلدونهم ولا تعتقد مثلا أن بشير النجفي أو أن سعيد الحكيم أو أن بقية المراجع يختلفون عن هؤلاء لا يضحكون عليكم هم يعتقدون أن أصول الدين ثلاثة فقط وليست خمسة كما يقولون لكم هذا للضحك على الذقون أصول الدين ثلاثة وهي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب التوحيد النبوة المعات وأما العدل فقد جاءوا به من المعتزلة وأضافوا الإمامة وهم يقولون من أن العدل والإمامة من أصول المذهب وكأن التوحيد الذي هو من أصل الدين لا بد أن يكون من دون العدل ما هذا الهراء ما هذا الهراء يا مراجع حوزة الطوسي يا أيها الثولان الأغبياء فإن أصول الدين عندهم التوحيد النبوة المعات وأما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب لا أدري كيف أتصور إنسانا مسلما يعتقد بتوحيد من دون العدل لأن العدل من أصول المذهب لا أدري كيف يكون هذا المعنى ولكن ما دام ما دام هذا في حوزة الطوسي فما هو بمستغرب لأنهم يريدون كل شيء ويقبلون كل شيء بشرط بشرط أن لا يكون من محمد وآل محمد وإنما من نواصب السقيفة بني ساعد هذه هي الحقيقة من دون قشور فليس مستغربا أن السيستانية يتحدث بهذا الحديث من لسانه مع الذين حضروا المؤتمر الوطنية الأول لعلماء الشيعة والسنة في النجف على قاعة الحسينية الفاطمية الكبرى من ستة وعشرين هدعش ولغاية سبعة وعشرين هدعش الفين وسبعة ميلادي يعني بعد سقوط النظام الفين وسبعة بعد أن صار السيستاني سلطانا وحاكما فماذا قال له إنني أقرأ من مطبوعة من مطبوعات مكتب إمامي جمعة النجف الأشرف إصدارات مكتب إمامي جمعة النجف الأشرف هذا الكلام جاء في هذا المطبوع لا أدري هل الصورة واضحة أو ليست واضحة في هذا المطبوع وإذا تلاحظون في نهاية هذه المطبوعة مكتوب من إصدارات مكتب إمامي جمعة النجف وفي أول صفحة صورة السستاني وبعد ذلك يأتي خطابه مع الذين حضروا في ذلك المؤتمر 26 11 إلى 27 11 2007 هذا حديث من لسانه ماذا يقول لهم الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر لأن القضية ليست أصلا ثابتا في الإسلام مثل ما قال ولده محمد باقر ومثل ما قال زميله إسحاق الفياض من أن القضية فرعية ويأتي التكليف بها متأخرا ومثل ما قال ولده وولي عهده محمد رضا السستاني الذي خطط له ولا زال يخطط له أن يكون مرجعا من بعده الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الإبتلاء ما هي بقضية أساسية ما هي بقضية أصلية هذه قضية فرعية قضية الإمامة الولاية الخلافة قضية فرعية الرجل يتحدث عن عمق عقيدته وعن صدق ما يعتقد هذه عقيدته وهذا الكلام هو هو في موقعه الألكتروني إذا ما دخلتم إلى الأسئلة العقائدية فحينما يسأل السائلون عن أصول الدين فإن الأجوبة تأتي من أن أصول الدين أصول الإيمان أصول الإسلام ثلاثة التوحيد النبوة والمعاد أما العدل والإمامة فهي من أصول المذهب ولذا فإن الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الإسلام وإنما يخرج من المذهب أما المعاد فإن الذي ينكره يخرج بسبب ذلك من الإسلام هؤلاء يكفرون بالقرآن القرآن صريح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إنها بيعة الغدير والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافري الآية واضحة واضحة صريحة بكفر الذي ينكر بيعة الغدير وبيعة الغدير ما هي الولاية إنها شأن من شؤون الولاية ما هي الإمامة بيعة الغدير شأن تنظيمي من شؤون إمامة أمير المؤمنين ومع ذلك فإن الذي ينكرها بفتوى من الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين قارنوا بين منطق القرآن والعترة الطاهرة وبين منطق السيستاني وإسحاق الفياط وولديه محمد باقر ومحمد رضا وهذا هو منطق الخوئ وهذا هو منطق الأنصار وهذا هو منطق العلامة الحلي وهذا هو منطق الطوس وهذا هو منطق جميع أصحاب العمائ هذا منطق حوزة النجف وكربلاء إنه منطق الضلال ومنطق الكفر هذا هو منطق دينكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة وتعدون المرجعية صمام أمان أنا ما أدري هي صمام أمان من فوق له ومن جوه على شنو صمام أمان على هذا الضلال على طيحة حظكم دنيا وآخرة ما هي المرجعية أم طيحة حظكم بالدنيا وراحة طيحة حظكم بالآخرة أيضا فعلى شنو صمام أمان على يا قضية ويا أمان هذا وهذا الصمام وين موجود شنو بي سبرينغ بي واشار ايه والله من أم داكم وأم دا صمام أمانكم هذا الخلاف الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر ليه شيا به حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء من طيح الله هذا الدين وهذه العقائد وهذه الحوزة وهذه المرجعية ومن طيح الله هذا الشيعة المهشين على هذا النظام أنتم كافرون بحسب القرآن أقرأ عليكم الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين الآية واضحة وواضحة جدا وهذا الكفر كفر هو أشد من الكفر بالله ورسوله لأن الآية دلت على ذلك فجعلت بيعة الغدير هي الأساس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي فماذا يقول هذا الأخراق أتحدث عن محمد رضا السستاني ماذا يقول وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفراء لم يثبت أمنيا من فوق من جو أمنيا لم يثبت ما هو هذا القرآن واضح وصريح شيء طبيعي هذا الذي يأخذ دينه من كتب النواصب ومن كتب المستشرقين ومن كتب مراجع حوزة النجف الذين هم نواصب وبتريون ومرجئيون قذرون الذي يأخذ دينه وفكره من هؤلاء قطعا سيصل إلى هذه النتيجة الدين لا يؤخذ إلا من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط ويأخذ من حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط لا نأخذ ديننا من المستشرقين ومن النواصب ومن مراجع حوزة الطوسي هذه مصادر ضلال مصادر الحق والهدى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذه مصادر العلم ومصادر الدين ومصادر الحق محمد رضا السستاني ليس نصبيا في قلبه محمد رضا السستاني هاشمي شيعي محب لعلي وآل علي والبقية كذلك البقية كذلك لكنهم ارتكسوا في هذا المنهج القذر فكانت هذه النتائج ومشكلة الشيعة من أتباعهم هي هذه فالشيعة من أتباعهم ما هم نواصب هم شيعة يحبون علي وآل علي هم شيعة يبحثون عن الهداية لكن هؤلاء السستاني وأولاده وبقية المراجع اتخذوا الشيعة حميرا وأضلوهم بسبب المنهج الذي اتبعوه فضلوهم وأضلوا الشيعة بالضبط مثل ما وصفهم صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وإلا ما هذا الضلال ما هذا الضلال أقرأ عليكم مرة أخرى ما جاء في كتاب محمد رضا السستاني في الصفحة الثمانين من الجزء الأول بحوث في شرح مناسك الحج إنها ثمار الشجرة الخوئية الخبيثة وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه فالشخص الذي لا يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما وإن لم يكن معتقدا بالولاية كما هو شعن أكثر المسلمين في هذا الزمان هذا الهراء نتاج من مقدمات منها مقدمات رجالية ومنها مقدمات أصولية تعود إلى أصول الفقه ومنها مقدمات كلامية ومنها مقدمات كشكولية جاء بها من كتب اللغة ومن كتب المستشرقين ومن كتب النواصب ومن كتب المراجع البتريين المرجئين من مراجع حوزة الطوسي من نفس الشجارة الخبيثة الشجارة الخبيثة أصلها الطوسي الخوئي فرع من فروعها فشجارة الخوئي الخبيثة هي فرع من شجارة الطوسي الخبيثة الأصل لكن مرجعية الخوئي كانت أكثر اتساعا من مرجعية الطوسي في زمانه وهذه ثمارها الزقومية الحنظلية الخبيثة هذه ثمار الزقوم هذه الثمار الشيطانية الجهنمية عقولكم ملئت من هذه القذارات ولذا دائما أقول لكم ابتعدوا عن أصحاب العمائم نظفوا عقولكم وقلوبكم كي تستطيعوا أن تقتربوا من إمام زمانكم صدقوني كلما اقتربتم من أصحاب العمائم كلما أخذوكم بعيدا عن إمام زمانكم ما هذا هو هراؤهم هذا هراؤهم وهذا الذي هو على أساسه تعد لكم مرجعية محمد رضا السيستاني مثل ما أعدت لكم المرجعيات السابقة محمد رضا السيستاني ما هو بأسوأ من الذين سبقوه قد يكون أسوأ في بعض الجهات والذين سبقوه يكونون أسوأ منه في جهات أخرى لكن الواقع الشيعية كلما تقدم الزمان تقدم بالاتجاه الأسوأ المرجعية القادمة بعد السيستاني ستكون أسوأ بكثير من مرجعية السيستاني مثلما هي هي مرجعية السيستاني أسوأ بكثير من مرجعية الخوء وهكذا وهكذا يجري الحال نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي